نيزم رحب فيك مصر خير تيانا يعني الأمور عم تروح للأسوة إلى التصعيد نعم للأسف يعني الأزم المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج أمام حائط مسدود ولا يكفي أن يخص الرئيس نجيب ميقاتي الجناح السعودي في مؤتمر المناخ بلفتة خاصة ودردشة مع سفير المملكة في بريطانيا عن الرؤية السعودية في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي للقول بأن المناخ السياسي المتأزم بين لبنان والسعودية قد يتغير في الداخل يبدو أن محاولات إقناع وزير الأعلام بالاستقالة فشلت وقرداح ينتظر عودة رئيس الحكومة غدا إلى بيروت ليشرح له وجهة نظره بالمباشر وفي قصر بعبد لا أمل إلا بزيارة وزير خارجية قطر بعدما فشلت كل المساعي الداخلية التي قادها رئيس الجمهورية حتى دعوة الحكومة إلى الاجتماع لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة تبدو مهمة مستحيلة يتجنبها مقاط وعون ليس فقط لأن الحكومة قد تطير والانقسام التويتري بين الوزراء كان خير دليل بل لأن حزب الله لن يقبل بجلسة تصدر موقفا ضد تصريحات قرداحي بحسب المعلومات كل المحاولات مع الفرنسيين والأمريكيين لم تؤدي إلى حلحلة والفرنسيون بحسب المعلومات أبلغوا مقاط أن المعالجة تأخرت ولو اتخذوا كحكومة قرارا سريعا بإقالة قرداحي لكانت عولجة الأمور أما اليوم فقد تجاوزت الأزمة استقالة قرداحي التي لم تعد تنفع تكشف مصادر ديبلوماسية أن الفرنسيين والأمريكيين باتوا مقتنعين بوجهة نظر السعودية بأن لبنان صار أسيرا والقرار فيه لإيران وحلفائها حتى أن الجانب الفرنسي يعتبر أن حزب الله قد تمادى في الداخل وأيضا في تدخلاته في اليمن وسوريا يعني في الخلاصة أقسم حققه الرئيس مقاط عبر اتصالاته الدولية أن حكومته باقية ولو بصيغتها الحالية الشبيهة بتصريف الأعمال وذلك حتى موعد الانتخابات النيابية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة